وجاي لكم مسلسل جديد من اقتراحاتكم وده لان في ناس يما طلبتوا مني والميزة في انه مليان سراعات ومأمرات بس في كتير برضو من الرومانسية والفرشات ما بين الأبطال فبليز قبل ما نبدأ نزلوا حطوا لايك للفيديو ووصلوا لعشر تلاف لايك وكمان اشتركوا في القناة عشان نكمل التلتمية ألف واكتب لي رأييكو تحت في التعليقات والمسلسلات اللي انتو عايزينها ويلا نشوف الملخص قصتنا بتبدأ مع بطالتنا باو واختها الكبيرة سركاندا واللي بيبان عليها انها تعبنة خالص لسبب ما هنعرفه قدام وبتحس سركاندا انها خلاص هتودع وعشان كده بتطلب من اختها هتهتم بابنها الصغير وما تسيبوش لحمتها الحربية وبعد شويات دكتور بي عرفها ان اختها خلاص ماتت فبتنهار بس بعد كده بتمسك نفسها وبتروح لحمات اختها واللي بيبقى اسمها نوان وبتبقى نوان دي ستة عقربة وشريرة والسبب في كل حاجة حصلت مع سركاندا وبنعرف ان سركاندا من اسرة متوسطة على عكس نوان واللي بتبقى واحدة من اغنى العائلات في البلد وبتبقى شايفة سركاندا كلبة فلوس وده لان هي جارة ولا ابنها وكمان حملت منه قبل الجواز عشان تجبرو يتجوزها ونتعرف بقى على جوز سركاندا واللي بيبقى اسمه ناين وده بيبقى شاب وسيم محترم وكمان بيحب مراته قوي وعشان كده لما بيعرف بخبر وفاة مراته والنم وليها علاقة باللي حصل لها بينهر وبيعود يعيط وبعد شوية بيتصل بمو وبيسألها عن اللي حصل فبتقوله انها بريئة ومعملتش حاجة وبعد لما بتقفل مع الست العقربة بتاخد بنتها ديد وبيروحوا الاسم الشرطة وهناك بيقدموا شهادتهم وبيقولوا ان هما ملهمش دعوة باللي حصل وفعلا بيطلعوا براءة بس الموضوع مش بيعدي بالساهل وده لان البلد كلها بتبقى شكة فيهم وشايفين ان هما استبفموا السركاندا وعلى الجانب الاخر نا بيوصل للمعبد اللي جنازة السركاندا موجودة فيه واول لما بيشوفها بيتأثر فبيجر عليها يحضنها بس ابوها مش بيستحمل وبيزقوا بيقولوا انت وعدتيني هتخلي بالك من بنتي ولكن حصل العكس وكانت عيلتك السبب اللي حصل معيها فباو بتاخده على برة وبيتزعق له لان هو سايب ام واخته الحربية يدي اختها ويعملوها اسبة المعاملة وكمان كانوا السبب في موتها فنيبي اكد لها انه مبريئة وده لانه قدامه علاقته موسر كاندا كانت زي السمنة على العسل وبيحبه بعض خالص فباو بتقوله ما عشان انت مغفل وده لانهم كانوا بيمثلوا قدامك ان علاقتهم كويسة انما في الحقيقة اخت مش هفيتش يوم عيدل في بيتك من ساعة ما تجوزتك فبيتعصب عشان كده لما بيروح بيسأل امه على اللي حصل بالزبط فبنرجع ليوم الحادثة وبنعرف انه نوان كانت عاملة حفلة في بيتها وعزمة فيها شركائها وكبار الشخصيات واهمهم واحد اسمه كو وبنته ليتا وبتبقى سركان ده موجودة في الحفلة مع ابنها الصغير وبتساعد حامدها بكل الطرق عشان تكسب رضاها بس الطفل بيعوض يعيط وده بيعصب نوان جدا فبتعوض تزعق لسركان ده وتهزقها قدام اللي رايح واللي جاي لأو بتقولها انت مجرد خدامة وبتكبرها تروح تعمل عصير لليتا فبتروح تعمله وهي متعصبة وده لانها بتبقى عارفة ان حامدها مش بتحبها وعايزة انه يطلقها ويتجاوز ليتا وعشان كده سركان ده كده هتحط حاجة على العصير بس يديده وبتشوفها وعشان دي حرباية صغيرة بتروح تنادي على الحرباية الكبيرة أمها وبتعرفها بكل اللي سركان ده كده تعمله فحمتها بتتعصب وبتضربها بالقلم وبتهزقها فسركان ده بتقولها ان كل ده سقطة فيها ومنهيم كدش هتحط حاجة في العصير والليتا بتحاول تسلك ما بينهم وبالغلط سركان ده بتزقها فبتقع ودراعها بيتكسر فحمتها بتتعصب أكتر وبتقمر خد منها درية وانفيسة يحبسوا سركان ده في المستودع وما يطلوهاش أبدا تحت أي ظرف وللأسف في حاجات من المستودع بيطقع على رأسها فبيغم عليها وانفيسة ودرية بيسمعوا الصدفة بيجروا على حامتها وبيقولولها ان فيسة هبدة في المستودع وكمان سركان ده مش بترد فحمتها مش بتهتم عشان بتبقى انفكرة سركان ده بتمثل وبتروح تكمل حفلتها عادي والحصن الحظ بيبقى فيه خدمة طيبة اسمها سعادية بتبقى شايفة كل اللي حصل وعشان كده بتتصل بباو اللي لسه جاي من الصفر دلوقتي وسعادية بتقولها ان اخطاها محبوسة في المستودع ولازم تجي تخرجها دلوقتي فعلى طول باو بتاخد صاحبتها جي جي والبوليس وبيقتح محافلة نوان وباو بتفضحها قدام المعازيم وبتقول انها حبسة اخطاها في المستودع وبعد كده بتجري على هناك وبتشل الحاجات اللي وقعها على سركان ده بس بتتفاجئ ان حالتها خطيرة وبعد كده بتاخدها على المستشفى بيبقى ده نفس المشهد اللي احنا بدأنا بالمسلسل وبكده يبقى عرفنا ايه اللي حصل مع سركان ده ونرجع بقى النوان الحربية واللي مش بتحكي لابنها على الحقيقة كاملة يعني مش بتقوله على المعاملة الوحشة اللي عاملت بقى سركان ده وبتعرفوا انها حبستها عشان كان بتعمل مشاكل وكمان قصرت إليتا فنيبي يصدقها وبيبقى وصفة كل كلمة بتقولها وتبقى للمسل المصر الاصيل اللي بيقول ايه اللي بالقدر على فهمها هتطلع البت لامها وعشان كده بيبقى عندنا دي دول حربية النسخة المصغرة من نوان ودي دول بتستغل انها قاعدة مع صاحبتها النمامات فبتبدأ تنشر شقيعات فبتقولهم ان سركان ده كانت كاسولة وطمعنا في فلوسهم ان مامها نوان كانت بريئة وبتعملها كويس وبتحبها والتاني يوم الشقيعات دي بتنتشر والناس كلها بتصدقها حتى الحضرين عزة سركان ده بيبدأوا ينموا عليها وبيبقوا شايفينها هي اللي غلطانة وان حامتها كانت ستة كويسة ولما باو بتسمعهم بيتها ازدقهم وبتمزح بكرمتهم البلاط وأبوها هو كمان بييجي يقب عليهم ميا وبيتردهم من العزة والجيجي بتستغل معرفها في الصحافة واللي بيقلوا لها ندي دهية لنشرة الشقيعات دي ولما الناي بييجي العزة باو بتعرفوا اللي حصل فبيجرى عالبيته وبيزعق لاخته فبتتسهوك وبتقوله ده أنا غالبانة وبريئة وصحاب الأشرار هم اللي قالوا الكلام ده ودبسوا فيه فنوان بتقوله أنا واختي غلابة ومناش دعوة بحاجة وكل اللي حصل ده كان قدقوا قدروا عشان هو أهبل بيصدقهم وفي ثالث يوم من العزة الحربية الكبيرة والعربة الصغيرة بيروحوا ودول ينطبق عليهم مثل ام ام ويمشوا في جنسته ويارب بقى تبقوا تكملوا المثل عشان مش عارف اقولوا لان اليوتيوب بيزعق وبعد لما بيخلصوا كل المراسم بقى وبتعرف ناين هي اللي هتربيد نختها لانها مش وثقة فيه عشان هو ممكن يتجاوز ويجيب له مرات أب وكمان عشان ام الحربية ممكن تعامله وحش بس هو ما بيكونش مقتنع بكلامها فباو بتقوله خلاص يبقى نتجاوز وكده يبقى ابنك جنبك وفي نفس الوقت أنا اللي بربيه بحميه من امك الحربية وكمان عشان اضمن انك ما تجيب لهش مرات أب فني بيرفض وبيقولها اساسا ان انا مستحيلة تجاوز فبتقول لنا عندي معلومات انك لما تروح البيت هتلاقي عروسة مستنيك هناك وفعلا لما بيوصل بيلاي امه عزمة ليتا فبيفهم ان هي العروسة اللي امه عايزة يتجاوزها وفي اللحظة دي بيصدق كلام باو عشان كده تاني يوم بياخدها وبيروح يتجاوزوا في المحكمة وني بيعرفها انه هيروح الشغل عشان ياخد أجازة وانه النهاردة هيقول لهم على موضوع جاوزهم وطبعا باو مش هتعد الموضوع كده فبتكلمهم في البيت بقوا مبسوطين لان اخيرا جت لهم فرصة عشان يزلوها ويديدو بتكلمني وبتعرفوا ان باو جاي لهم النهاردة فبيستغرب وده لانها كتايلة لانها هتروح البيت فبيكلمها عن موبايل بس هي مش بترد عليه ولما باو بتوصل بيتو بتتفاجئ ان نوان جايبها الصحاف عشان يصوروها وهي بتعتذر لهم فباو بتفاجئها لما بتقول لها احنا لازم ننسى كل اللي فات ونبدأ صفحة جديدة يا حميتي وده لاني بقيت مرات ابنك الجديدة وبتطلع لها شهادة الجواز بكل سكة قدام الناس اللي وقفة وباو بتقول للصحافة انا عايزاكوا تنشروا الخبر ده زي ما نشرتوا شقيعتها عن اختي بواسطة صمعتها فديدو بتزعق لها وبتقول لها انت كدابة بس ناي بيجي وبيقولها هي مش كدابة لان احنا فعلا متجاوزين وطبعا النوم بتبقى وقفة محرجة وبتقول للصحافة ان اللي هينشر حاجة من الاخبار دي مش هيحصل له كويس وعلى الجانب الاخر باو بتقول ان هي انها تجوزت عشان تعرفها حقيقة ام واخته الشياطين بس هو ما بيكونش مصدقها وبيقولها انهم طيبين فباو بتعمل مع التفاق وبتعرفوا انها في خلال ست شهور هتثبت له حقيقتهم وانهم السبب في كل اللي حصل مع اختها وكمان لو نجحت هتبقى هي الوصية على الطفل انما لو ام اقتلعت طيبة وده مستحيل يحصل انا اعتذل لها فبيسبب يروح يعود مع عمه واللي بتسأله انت اتجوزتها ليه فباو بتقتحم المكان وبتقول لها عشان بنحب بعض يا حماتي وباو بتحكيلهم ان بعد جنازة اختها بدأوا يقربوا من بعد وحسوا بمشاعر حب ما بينهم عشان كده اتجوزوا وبعد لما بيمشوا ان ام ام ما بتكونش مقتنعة بالكلام ده وبتبقى متأكدة انهم بيجدبوا عليها او ان باو عاملة لابنها سحر سود وعلى الجانب الاخر كو بيداق لما بيعرف ان ناي اتجوز بس بيقول لي ليه تنت لازم تفضلي وروتي غريل حدا ما توقعي في حبك وتخليه طلق من روته ويتجوزك وبتبقى هي رفضة بس ابقى بيضغط عليها عشان الشغل اللي ما بينهم وابنها وما يتقصرش وبالليل ناي بيحلم بسركان ده وبتكون وقفة معه في الحديقة وبعد كده بتودعه وبتمشي فلما بيصحى بينزل على الحديقة بس بيشوف حاجة غريبة فبيفكرها شبح ولكنه بيتفاجئ لما بيعرف ان ده تراي واللي بتبقى عميته واحدة من ضمن اللي شغالين في البيت وتراي بيعرف ان هو اضطرد من شغله ومعندوش حتى يباد فيها وعشان كده كان جاي يباد هنا فالناي بيخليه باد في قطه لان هما اللي تنسوا حاب وتاني يوم الصبح بابه بتجاهز نفسها وبتلم حاجتها عشان تروح تعيش مع ناي في بيته وابوها بيقول لها نوافقته على الجوازة دي لانك وعاتيني انك مش هتقرب من ناي ولا هتقع في حبه فبتطمنه انها مستحيلة وبصله وكمان هي لسه بتحب توم اللي كان معها في السنوين فبنرجع لأيام السنوين وبنرف انها كان بتحب توم وهو كمان كان بيحبها وبيبقى وسيم وكل بنات المدرسة بتجري وراه بس يابو الوحيد انه بيبقى خجول وعشان كده مش بيقدر يعترف لباوب بمشاعره وبنرجع للوقت الحاضر وبنتفاجئ ان توم راجع من السفر لأ وكمان بيقابل جيجي بالصدفة واللي بتقعد تحقق معاه بتسأله انت ما جبتش مراتك معاك ليه فبيقول لها انا مش متجوز ولا مرتبط فجيجي بتعرف باو ان توم راجع فبتبسط بس لما بتعرف ان هو لسه ما تجوش لحد دلوقتي بتتدايق وبتقول بقى انت جاي ترجع بعد ان ما انا تجوزت وفي الوقت داتهم بيبقى عندهم في البيت وبيعذبوها لأ وكمان بيطلب منه رقم باو فبيدهله وهو مبسوط لان بنته كده هتبقى متعلقة بي وعمرها ما هتحب ناي ونروح لباو اللي لما بتصل بيت ناي بتلاقي ديدو بتستقبلها بالكحول وبتقول لها انتو عالم معفنا وانا لازم انضفكو وطبعا باو مش بتسقط وبتهزقها وبتمزح بكرمتها الارض وناي بيحاول يهدي الامور ما بينهم فبيطلب من ديدو تعامل باو كويس عشان هي مراته فديدو بتتعصب وبتقوله انت من اولها هتنخي وتقف في صف مراتك انا لازم اعرفهم من الكلام ده وناي بيبقى محيط فبيروح يقول لباو انها لازم تحترم ديدو فبتقوله لأ طبعا الكلام ده مستحيل يحصل وبعدكده ناي بيلمحكت وبيودع ابنه عشان رجع الشغل وبنعرف انه مهندس بترول وبيقضي معظم وقته في الشغل ونادرا ما بيرجع البيت وعشان كده ما كانش يعرف حاجة عن اللي بيحصل مع سركان ده واول لما بيمشي العقارب بيتجمعه فنوان بتقول لبنتها يلا بينا بقى عشان ننفذ الخطة اللي احنا مجاهزين فبتبعت نفساتنا ديها بس هي بتقول لها انها مش فاضي عشان بتساعد واحد من الخدم فنوان بتقول لنفسها روح يقول لها انها لو ما جاتش انا هتتصل بناي ولما باو بتعرف بتقول لها خليها تتصل بي انا ما بيهمنيش وبتفضل تشتم في نوان وطبعا الكلام ده لما بيوصل لها بتتعصب فبتقول لنفسها اقول لها اجيلي حالا وقل لها بلغ البوليس وارفع عليها قضية سب وقصف بس باو مش بتهتم وبتقول لها خليها تحبسني على الاقل لها تتفضح قدام الناس وهيعرفوا حقيقتها وبتفضل نفسها رايحة جاية ما بينهم لحد دم رجلها بتوجعها من السلم ففي اخر مرة بتقول لباو انت هتيجي معايا وقل لها حماتك هتتصل بابوكي وتقولوا ان انت واحدة مش محترمة زي خطج بالزبط والرجل مش هيستحمل لانه تعبان وممكن يحصل له حاجة فبتستسلم اخيرا وبتوافق انها تروح وطبعا ان فيسة بتبقى طيرة من الساعدة وبتعد ترقص في السك وحماتها ما بتشوفها بتقول لها ان عايزك تقربي مني بس ما تمشيش على رجلك يا اما تسحفي يا اما تطيري وشوف بقى انت هتتعملها ازاي فباو بتقول لها اللي بس كده يا حماتي ده انا عندي حلق احسن فبتتنطط قدامها وبتقعد تعمل شاء لبزات والخدم بيبقوا مبهورين بيها وبيسقفوا لها فحماتها بتتصدق ومتقول لها شكلك مطلعتش سهلة زي اختك وهتتعبيني معاكي وبتعرفها ان البيت ده فيه قواعد لازم تمشي عليها فباو بتقول لها لقي القواعد دي تمشيها على بيتك مش عليا وطبعا ديدو مش هتسقط على التهزيق ده فبتقمر نفسها ودرية يجاهزو لها جرد المية وبعد كده بتجري ورا باو وبتقعد تشتمها هي واختها وبتخلم فيه سوى درية يكوب عليها المية فباو بتستغل اللي حصل وبتتصور مع ديدو كمان فيه سوى درية وبعد ما بتخلص بتقول لها شكرا على الادلة اللي انت اديتها لدية مغفلة فديدو بتحاول توقفها بس بتتزحلق وبتقع وكمان امها بتهزقها عشان خلت بيه وتمسك عليها دليل وعلى الجانب الاخر نايبي قابل ليتا قبل ما يسافر واللي بتبركله على جوازه فبيسألها اذا كانت امه فعلا عملت سركان ده بطريقة مش كويسة يوم الحفلة بعتبار ان هي قد حاضرة وشايفة اللي حصل فبتفتكر كلام ابوها وبتقوله ان امه دي مالاك لدرجة ان نفسها يبقى عندها حماة زيها ولما بيمشي من عندها بيلاقي باو باعتره الصور والادلة فبيكلمها وبيقولها ان مش مصدقها وده لانها ممكن تكون هي اللي تخنت مع خطف الاول وضيقتها وبعد ما بتقفل مع يا توم اللي بيكلمها فبتبقى مبسوطة بس لما بتفتكر ان هي حاليا ست متجوزة بتتدايق وبعد كده ابوها بيكلمها وبيعمل معها اتفاق وبيقول لها خليك انتي معاني الست شهور دول بس من غير ما تحبيه ولا تقربي منه وفي مقابل كده انا هخلي توم سنجل لحد اما الفترة دي تخلص وتطلق وتتجاوزيه وتاني يوم باو بتروح مقابلة شغل في شركة كبيرة والمدير لما بيشوفها بيقول لها ان في شخص مهم طلب منه ان ما يوظفهاش فلما بتطلع برة بتشوف حاماتها في وشها فبتعرف انها السبب وحاماتها بتحذرها وبتقول لها دي بس البداية عشان تعرف انك مش قدي فباو بتكلم ناي وبتحكي له اللي حصل واللي كان عادة مش بيصدقها وبياخد صفهمه فمش بتستسلم وبتعود مع جيجي يدوره على شركة تشتغل فيها بس بتكتشف ان كل الشركات لها علاقة بحاماتها وانهم اكيد هيرفضوها لحد ما بتكتشف ان توم فتح شركة جديدة فبتقول انا ماليشا اللي توم حبيب قلبي وبتروح له بتعرف انها عايزة تشتغل معي فتوم بيقول لها انه خايف يعمل لها مشاكل مع حاماتها فبنتنا الواقعة بتقول له مفيش مشاكل ولا حاجة يا امر اهم حاجة ان احنا نشتغل سوا وبينما دي مبسوطة حاماتها بتبقى مولعا وده لانها بتعرف ان باو دي عائلة شطرة وضحيحة وكانت اغدى منها في اوروبا وكمان محترمة واخلاقها عليها فبتقول لمدير اعمالها الكلام ده ما ينفعنيش انت لازم تدور في الماضي بتاعها كويس عشان تلاقي لي زل اعرف امسكها عليها وتاني يوم باو بتعرف من ساعدية ان حاماتها المستبدة كانت بنخلي اختار الغلبانة تدفع فوتير الكهرباء كلها بحاجة ان هي اكتر واحدة بتستخدمها بالرغم ان اختاكت اكتر واحدة موفرة فباو بتقرر تتغدى بحاماتها قبل ما تتعشى بيها فباو بتبدأ تحقق في الموضوع وتكتشف ان ديدو مشغلة اجهزة ياما وبتسحب كهرباء كتير فبتصورها وهي بتتكلم مع واحد اجنبي مكالمة فيديو على التليفون لأ وكمان بترقص له وتاني يوم باو بتعرف حاماتها ان هي هتشتري عدات خاص بيها هي وابن اختها بس وبتقول لها ان باقي كهرباء تلبيت انت لها تدفعي يا حماتي وعشان حاماتها الست بخيلة بتقول لها لأ طبعا وانت لها تدفعي زي اختك فباو بتعرفها ان بنتها اكتر واحدة بتستهلك وبتوريها الصور والفيديوهات وبتفضحها فحماتها بتتعصب وبتجري على قد الديدو بتضربها بالقلم وبتعد تهزقها وبتقول لها دي اخر التربتي فيه كيبا بتكلم الرجالة وبترقص لهم وبتبقى متعصبها لدرجة انها كتهتمشيها من البيت وتتبرى منها بس الديدو بتترجعها وبتقول لها انها تبقى محترمة وهتسمع كلامها ومش هتعمل اي حاجة دايقها تاني فمها بتسمحها وبتديها فرصة تانية وديدو بتقرار تنتئم من باو فبتروح المطبخ وبتجيبها من شعرها قدام الخدم وبتعد تضرب فيها ومن حصن الحظ ان في الوقت ده ناي كان بيكلم واحدة من الخدم اسمها ام الساعد مكالمة فيديو عشان يتطمن على ابنه فبيأمرها تفتح الكاميرا وتورره كل اللي بيحصل فبيتصدم لما بيلاقي باو وديدو بيشده في شعور بعض لحد ده ما باو بتزنقها في حتة وبتعد تضرب فيها بس مدير اعماله امه بيجي وبيفرق ما بينه ولما ترايه بيعرف موضوع الخناقة بيخاف وده لان ناي كان معينه عصفورة ينقل كل الاخبار اللي بتحصل وترايك كدام كان دايما بيقوله ان الدنيا امانه ما فيش اي حاجة بس لما بيعرف دلوقتي انه ام استعد ورت ناي كل حاجة بيكلمه بيقوله انا اسف فناي بيقوله خلاص ما انا هستقل من الشغل واجه عضلكه في البيت عشان سيطر على الستات دي والتاني يوم ناي بيفاجئ باو لما بيطلع لها قضتها وبتتخضر لما بتشوفه فبتستغطى باللحاف بسرعة وبتأمر يبعد عنها فبيقولها انه اتكلم مع امه في موضوع فواتير الكهرباء اللي سركان ده كان بتدفعهم وامه بتقوله انها كان بتخليها تامل كده عشان ما تحسش انها غريبة وكان بتاخد منها الفلوس دي ومش بتدفع فواتير الكهرباء انما بتحطها في حساب بنكي باسم ابنه الصغير عشان يتعلم بيوم لما يكبر وبقى بتبقى قصقة ان حامتها دي حربية فبتقولها انها مش بيصدقك لاممه وفعلا بيبقى عندها حق الا ان دي بتبقى خطة حامتها واللي كانت عاملة حسابها من زمان ان اليوم ده هيجي وبنها هيعرف فكانت بقى بتأمن نفسها عشان تبني الام الطيبة البريئة قدامه وفعلا بتنجح في كده المهم ان دلوقتي ناي بيقولها انه استقال من الشغل وهيشتغل مع صاحبه في مجالي الاعلانات وبتبقى عايزة تستخدم علاقتها عشان تساعده بس هو بيرفض بيطلعه منها تدعمه معنويا مش اكتر وبعدها بيعرف بوا نساب الشغل فبتقوله ايه يعني هشوفك في وشي كل يوم فبيقول لها مال وشي ما امرهو في اللحظة دي باوكات هتقع بس بيلحقها فبتقوله مخصمك وابعد عني انا مش طيقك فبيسيبها بس من حزها الفقر انها بتقع تاني وبيبقى شكلها ويحش قدامه وبيمشي من غير ما يعبرها وترايب يبقى شايفهم فبيستغرب وده لان دي مش تصرفات اتنين متجوزين فبيروح يحكي لساعدية على حصل وبيقول لها انه شاكك انه هما اللي تنمش بيحبوا بعض وانفسها بتبقى بتتصنت عليهم فبتجري على ديدو وبتحكي لها اللي حصل فبتاخد ترايب برة وبتقوله انه لو جاب لها الدليل انه هما اللي تنمش بيحبوا بعضها تديروا فلوس ياما وعشان ترايب معهوش ولا مالين بيوافق وفي اللحظة دي بيع عدية حرامية وبيسرقوا تليفون ديدو وبيقعوها على الارض وترايي الاصيل بيقول مش مهم يديدو اهم حاجة التليفون فبيطلع يجري على الحرامية ومن حصن حظو ان في عربية بتغبطهم فبياخد منهم التليفون وبيضربهم ويديدو لما بتشوف اللي حصل بتقول اكيب بيحبيني وبيعمل كل ده عشاني ولما بترايب بتقول انفسها ان ترايب وقع في حبها على الاخر وانفسها لما بتشوفه بتقوله قده انت بتلعب على كبير بس هو ما بيكونش فاهم حاجة وده لانه مش بيحب ديدو بس عشان هي لسع فكرت كده لوحدها وتاني يوم نوام بتاخد عيالها عشان يروح يقابلكو بس فجأة بتلاقي بوقت حمت العربية وقعدت جنب ناي لا وكمان لما بيوصله بتفضل لزقة فيه عشان تغز ليتا وبعدها بتستفرب بليتا وبتقولها ان كل اللي كان بيحصل مع اختها بسببها وده لان حمتها كانت عايزة ناي تجوزها وعلى عشان باو بتعود تهزق في ديدو من تحت لتحت لحد ده ما حمتها بتلاحظ فبتغير الموضوع فبتطلب من كو يخلي ابنها المسئولة عن الاعلانات لمنتجات شركته فنايبي يتدايق ولما بيروحه بيقولها انه بيكره الوسطى فبيعرفها انه هيقدم في مسابقة تبع شركة كو كشخص عادي وبيطلب منها تدعمه وباو بتبقى سمعهم فبتكرر تدايقهم وتاني يوم بتاخد جيجو بتروح لتوم وبتعرف انه هما كمان هيقدموا في مسابقة كو وبنعرف ان اللي هيكسب في المسابقة هيبقى متخصص في ترويج منتجات الشركة وجيجي بتعرفهم ان الفوز بيبقى بالتصويت من لجنة الحكام اللي مكونة من خمس اشخاص واول واحد بيبقى كو وده اكيد هيدي سوتو ناي انما تاني واحد بيبقى عارف نوايا فاكيد هيدي سوتو ناي برضو وتالت واحدة بتبقى ستة وجيجي عارفة السكرترا بتاعتها فبيتقرروا يستغلوا الموضوع ده عشان تصوت لهم واخر اتنين بيبقوا ناس محترمين ولو هم عاملين شغل كويس هيختروهم ولما توم بيسمع كده بيوافق وبيقتنع بالفكرة ولما بتروح بتلاقي ناي بيعملها كويس لو بيعملها العشاء وبيهتم بيها فبيقول لها ايو عي تفهميني غلط انا بعمل كده لاني عارف انك طيبة وكمان اخت سركان ده بس باو مش بتتأثر وتاني يوم ناي وصاحبه بيقدموا فكرتهم في المسابقة ونوان بتبقى واسقة ان ابنها هيكسب بس لما بيكلموها وبتعرف ان باو هي كمان مشاركة بتتصدم وناي هو كمان بيداق لما بيشوفها وبيعرف ان هي وتمو نفسينه وبعدها بتقدم فكرتها واللجنة بينبهروا بيها وبعدها اللجنة بيكتمعوا سوا عشان يتقرروا من ايه اللي هيكسب ورجلين المحترمين بيدي صوتهم لباو بينما الرجل اللي علاقات مع نوان بيدي صوته ناي والستة اللي كانوا ضمنين تدي صوتها لباو وبتلعت نوان اتصل بيها وقدرت تأثر عليها فبتصوت لناي وكده تبقى النتيجة تعيده لما فضلش لصوت كو والمفاجأ انه بيدي صوته لباو واللي كلمته قبل المسابقة واستغلت انه بتاع ستات لحدا ما قدرت تأثر عليه فدلها صوته والكده يبقى ناي معا صوتين وباو معاها ثلاثة اصوات وتبقى هي اللي كسبت وحمتها لما بتعرف ان ابنها خسر بتتعصب وبتهجم على شركة كو واللي بيهديها وبيقولها ان دا اعلان صغير وتافه وعشان كده كسب باو وانه هيخلي ناي يمسك الاعلانات الدولية المهمة فبتقوله ماشي سامح المرادي وفي الوقت دا ناي وباو بيبقى عادين يتخنقوا في البيت وناي بيقولها ما كنتش عارف ان الخبيسة قوي كده وعشان كده هطلقك فبتقوله لأ انا مش موافقة على الطلاق فبيهديدها انه هيفضحها ويعرف ابوها السر اللي مخبية وبيبقى السر دا انه لما باو كانت في السنوية استغلت ان ابوها مش موجود في البيت وخدت العربية بتاعته ولما كانت سايقها خبطت وحب الغلط ففكرته ميت وثبته وهربت وفي السكة بتقابل توم وبتحكيله اللي حصل فبيهديها وبيروحوا لمكان الراجل بس مش بيلقوا موجود فتوم بيروحها وبيقولها ان الراجل دا اكيد بقى كويس وعشان كده ماشى بيتفقوا هما اللي اتنين انه محدش يعرف بالموضوع دا حتى سركان دا واللي اساسا بتبقى وقفها وسامعيهم وبتبقى باو صعبانة عليها لانها بتعاني في صمت عشان ما تقلقهاش وبتبقى سركان دا هي اللي حكيت لنايه على سر باو عشان كده في الوقت الحضر بيهددها وباو بتقوله انها موفقة على الطلق بس بتفضل تأجل في المعات فبيحس انها بتضحك عليه فبيركب عربيته فعلا عشان يروح لابوها فبتحاول توقفه دورية بتبقى شايفة اللي بيحصل وبتصوره وترايه هو كمان بيتدخل فبيمسك باو وبيبعدها ونايه بيمشي فبتدرب ترايه جامد وبتاخد تاكسي وبتطلع وراناي ودورية بتاخد الفيديو اللي صورته وبتوريل ديدو وعلى الجانب الاخر نايه بيبقى واصل وبعد شوية باو بتوصل وبتلاقي حكى لابوها عن كل حاجة فبتقعد تعتزل لابوها بس بعد كده بتكتشف انه هو حكى له عن حاجة تانية خلص وما فضحاش قدامه فبابو بتتعصب وبتشده من ايده وبتاخده عالجنينة فبيقول لها انه انسان طيب وكيوت وعمره ما يعمل لها حاجة وحشة وكمان عشان هي اخت سركان وبيعرفها انه مش هيطلقها انما هيتحده هم اللي اتنين عشان يزبط لها النمو طيبة فبيقول له لا بقى انا هستغلت تحادنا عشان يزبط لك انها شريرة فبيقول لها انها هتحتاج تقدم شوية تنازلات فبيقول له بس يا واغده وبتضربه بالقلم فني بيقول لها لا انت فهمتيني غلط احنا بس همسل قدامهم ان احنا بنحب بعض وعشان كده همسك ايديكي وحضونك مش اكتر فبتوافق وبيمشي هما الاتنين وفي الوقت ده ابو هبي بقى قاعد مع حمد جيجي وبيعرفها انه قل بي وما تقربش من ناي ولا تقع في حبه فحمد جيجي بتقول له انتهى بالمين دي اللي تقدر تقوم جمان ناي زا كدت انا في السن ده ومشاعر تحركت نحيته ويا ريتي حاجة دي في مشاعر ان احنا كمان معاكي تخيل بقى بندك المسكينة وهي بتشوفها 24 ساعة في وشها فبوباو بيبدأ يقلق من كلامها وعلى الجانب الاخر دي ده والخدم بيحكوا انه وين على الخناء اللي حصلت ما بين ناي وباو ولما بيسمعوا صوت العربية بيعرفوا ان هم راجعوا فبينزلوا عشان يستقبلوهم وباو لما بتشوفهم بتقول اكيد هم معرفوا ان احنا تخنقنا سوا فبتقلم من ناي بتمثل انها بتبوسوا والخدم بيبقوا واقفين مصدمين وناي هو كمان بيبقى مصدم وبيقولها انت بتعملي ايه بس لما بيشوفهم وبيشدها وبيبوسها بجد فباو بتزعقله وبتقرسه من ايده وبعدها بينزلوا من العربية وناي بيعرفهم ان هم تصلحوا ولكن بعد ما بيمشوا حامتها بتقول انا ابني عمرو ما كان جريء كده اكيد في حاجة غريبة بتحصل فبتبعت تراي مع درية وانفسها عشان يرقبوهم وباو لما بتشوفهم بتجري من قدتها على قدت ناي واللي بيبقى لفف نفسه بالفوت عشان هيدخل يستحمى وطبعا بنتنا البريئة بتبقى مكسوفة ولكنها بتعرفوا ان ام بعتت تراي عشان يرقبهم فناي بيفتح الشباك وبعدها بيشد باو وبينط بها على السرير بس بيبقى حاطة مخدف اصلا ما بينه وطبعا باو بتبقى مكسوفة خالص بس بتكمل تمثيل وبتقوله لو جات فرصة عشان تختار حدها تختار ننا واللمك فمش بيرد وبيشد البطنية وتراي بيبقى واقف مصدوم وشايف كل ده وبيصوره كمان وبعد شوية بيشد البطنية وبيقول لها ان تراي خلاص مشي فبتجري على قدتها وهي محرجة وبعدها الخدم بيودوا الفيديو لحمتها واللي بتشوفه مع ديدو وهي مصدومة وحمتها بتقول اكد الحربية دي بتأثر على ابني عشان تاخده مني بس هو طبعا هيخترني في الاخر لان انا امه اللي شلته في بطن 9 شهور وبعدها تراي بيقول لي ديدو انا عايز المكافأة اللي قلت لي عليها عشان اجبتليك الدليل فبتقول له غمض عنك وانا هدهالك فبتقوم بيسام نخده بتقول له بزمتك في احلى من دي مكافأة وبعدها بتسيبه وبتمشي فتراي بيقول من اللي قال لها ببوسني انا كنت عايز فلوس وعلى الجنب الاخر نيو باو بيفكروا في اللي حصل وبيبقوا مبسوطين بس بعد كده بيقولوا لا ده احنا لازم نمسك نفسنا شوية وما نقعش في حب بعضه وتاني يوم توم بيروح لابوها واللي بيديلو مذكرة بباو واللي بتبقى كدبه فيها انها بتحبه من ايام السنوي وابوها بيعرفه انها لسه بتحبه لحد دلوقتي وانها جاوزت نايا عشان تعرفه ان ام حرباية فيسبلها وصدت الطفل وبعدها تطلق منه وابوها بيأكد له ان باو عمرها ما هتحب ناي فبيطلب منه يستنيها لحدا ما تطلق عشان يتجاوزهما اللي اتنين فتوم بيوافق وبيقوله اساسا دي فرصة عاملة لان انا كنت بيحبها من زمان وبيعودوا يحتفل هما اللي اتنين والتاني يوم بقى بتصحى عشان تفتر وبتعرف من ام استعد ان حماتها مش بتعمل اكل كتير الا اذا كان ناي موجود وبتعرفها انها كانت مجوعة اختها وبتعملها اسوأ معاملة وبتبدأ بقى مستعدة تحكيلها وبتعرفها ان وقتا ما سركان ده كانت حامل نايجة بلاها سلسلة هدية برغم ان السلسلة دي رخيصة وكانت بتلاتين الف بس بس لما حماتها عارفة تتعصبت فخلت الخدم يمسكوها وخدت منها السلسلة وبتقول لها انت واحدة حقرة وما تستهليهاش وبتقمرها تقول لناي انها ضيعت السلسلة وما تعرفوش انها خدتها منها وإلا مش عشان الله كويس ولما باو بتعرف الكلام ده بتتعصب وفي الوقت ده ناي بيروح معاما عشان يقبلو كو واللي بيقوله ان هو اختاره في المشروع العالمي ده عشان هو شوطر مش ابن نوان فبيبسطه بعد لما بيمشيكو بيكلم باو بيطلب منها تيجي تخرج معاه وبيعرفها ان ناي قاعد مع ليتا فبتقوله انها مش فاضية وهيخرجه في وقت تاني وبتقفل السكة وبتبقى ليتا الحربية بتحاول تقرب من ناي بس باو بتكلمه وبتعرف مكانه وفي ثانية بتلبسه بتهجي معا لهم في المول اللي قاعدين فيه واول ان بتشوف ناي بتقعد تحضنه عشان تغز ليتا وبتعرفه من هيكت معدية هنا بالصدفة وباو بتقول ليتا بما انك كنت قاعدة بتاكل مع جوزي تعالي بقى خرجي معنا عشان الناس يشوفونا احنا التلاتة سواه ومحدش يقوله عليك خربت بيوت وخطفت رجاله فليتا بتضطر تمشي معاهم شوية بس بعد كده بتستأذن وبتقولهم انها راحة تعمل حاجة وهترجع تاني فباو بتستغل الفرصة وبتعرفنا ان السلسلة اللي كان جايبها لاختها مضاعشش انها مامو اللي اخدتها وده لانها كتشايفة اختها ملهاش ايمة ومتستهلش السلسلة وعشان تثبت له صحة كلامها بتقوله امك شايفان انا كمان مليش ايمة فلو جبتلي هدية اكيد بقى هتاخدها مني وبعدها ليتا بتجي فبيروحوا همه تلاتة معارض سيارات وده لان باو عايزة تشتري اغلى عربية هناك وبتفضل باو لازقه في نايا عشان تغز ليتا واللي بتتسحب وبتروح تتصل بين اون وبتعرفها كل اللي بيحصل ولما باو بتعرف انها بتكلمها بترجع لنايا وبتقوله ان الخطة نجحت وبتبقى اصدق جيب ليتا معاهم عشان تبقى الجاسوس اللي بتنقل كل الاخبار اللي حامتها واللي بتقفل معها وبتكلم نايا واللي بيعرفها انه عنده مناسبة ومش هيبقى موجودة النهاردة في البيت فاما بتستغل الفرصة وبتؤمر الخدم ان محدش يقرب من المسبح النهاردة وبعدها باو بتروح البيت لوحدها وناي بيبقى جاي وراها عشان يشوف اللي هيحصل وبيفضل قاعد برة في العربية بينما باو لما بتدخل نفسها ودرية بيمسكوها ويديدو بتغملها عنها وبيدخل بيها الجوة وبيبقى نايا شايف كل اللي بيحصل وده لان هو وسعادية بيتكلموا مكالمة فيديو واول لما نايا بيحس ان الموضوع خلاص دخل في الجد بيدخل البيت فبيتفاجئ هو وباو لما بيعرفوا ان هم عملت لها حفل عشان كسبت في المسابقة بتاعت شركة كو وبنعرف ان كل ده من تخطيت حامتها الحرباية وده لان ليتا لما قالت له منها هتمشي ما مشيتش وفضلت تتجسس عليهم وسمعتهم هم بيتكلموا على موضوع سركان ده وكمان الخطة اللي بيعملوها فرجعت العربية وكلمت نوان وقالت لها على اللي حصل وكمان لما كانوا في معرض العربية واتليتا ما كانتش بتكلم نوان انما كان بتعمل كده عشان تضحك على باو وتفاهمها ان خطتها بتنجح وفي اللحظة دي الشيطان واقف في الزاوية بيسقف لليتا والحرباية الكبيرة نوان المهم ان باو مش بتستسلم فبتطلب من ام الساعدة تحكي الناية ان حماتها هي اللي خدت السلسلة من اختها فمساعد الواطية بتقول لها انا قلتلك حاجة ده حماتك دي ملك وعمرها ما تعمل كده وتتحطع الجرحي طيو وبتبقى مستعدة مضطرة تعمل كده وده لان نوان بتبقى عارفة ان هي اللي قلت لباو على موضوع السلسلة بتاع سركان ده وطبعا نوان هددتها انها لو فتحت بقها تاني هدر مها في الشرع رمية الكلاب ومش هتلاقي تاكل هي وعلتها وبالليل باو بتبقى ماشية جنب المسبح وفي اللحظة دي حماتها بتظهر وباو بتعمل حسابها فبتبدأ تشغل التسجيل ولكن ديدو بتجي من وراها وبتنتش التليفون وبتوقفه وحماتها بتطلع السلسلة بتاعت اختها وبتقلها عارفة السلسلة دي انا بفكر معها واشتري مكانها حمام فباب بتقرر تضايقها فبتقلها ان هيستغلي ان ابنك بيحبني وهخليه يختارني انا فحماتها بتتعصب وبتضربها بالقلم فبتقلها اكيد نهايتك هتبقى زي يختك فباب بتقلها لا مش هتقدر علي فحماتها بتديها بالقلم تاني وبتقلها انا عارفة ان ابني مش بيحبك واكد هيختار ان انا مش انت يا حقيرة وبتسيبها وبتمشي وبتبقى حاماتها عملت كده بقلب جامد ودالة انها موقفة درية عشان ترى ابناي واللي بيتحك على درية وبيقف حتة تانية وبيبقى شايف كل اللي حصل وبيتصدم لما بيعرف ان باو كان عندها حقفة بياخدت رايه وبيتمشه وبيقوله ان هو فعلا مش بيحب باو ان هم متجوزين عشان تثبت له ان امو شريرة وهو تأكد من الكلام ده النهار ده وبيبقى زعلين على كم بيحصل مع سركان ده وهو ما كانش عارف ونيبي يقول لترى انه هيتظهر انه ما يعرفش حقيقة امو وهيحاول يصلح الوضع ما بين امو وباو عشان ابنو يفضل جنبه فترى يبي يوعده انه هيساعده وعلى الجانب الاخر باو بتبقى سكرانة وبتفتكر كلامنا وان لما قالت لها ان ابنها عمرو ما يحبها فبيتقول لنفسها طيب انا بقى هخليه حبني فاول ما نايبي يرجع بتزنقه وببوسه وطبعا نايبي يبقى مصدوم من اللي حصل بس فجأة الطفل بيعيطه بينقذ الموقف فبيرحوا هما الاتنين يهدوه وتاني يوم ليتا بتبقى قاعدة مع ابوها واللي بيطلب منها هتعامل باو كويس وده لانه هيجاوزها بعد ما تطلق من ناي يعني هتبقى مرطبوها وطبعا ليتا بتتصدم احنا كمان بنتصدم معيها ونروح لباو اللي لما بتصحى من النوم وبتفتكر اللي عملتهم بارح بتبقى محرجة ومكسوفة وعشان كده بتفضل تتجنب ناي بس هو بيقفشها وبيبدأ يعملها كويس فبيجهز لها الفطر وبيهتم بيها وبيقول لها هنها هعدي اللي حصل امبرح عشان كنت سكرانة بس تعمل حسابك ما تشربش لو كنت مع رغل غريب لان رجال تليومين دول او غاد وملهمش امان مع دنة طبعا وباو بتبقى متوترة فبالغلب بتلسع ايديها فبيهتم بيها وبيعالجها على دخل الطوم واللي لما بيشوفهم كده بيغير فبياخدها وبيروحوا الشغلة وطول السكة بيقعد يعكسها وبيقول لها كلام حلو عشان تفضل مركزها معي وما تفكرش في نايم وفي الوقت ده حامتها الحربية بتقرر تربيها فبتبعت واحد يولع في بيت ابوها وهو نايم بس الحاج بيبقى حظه حلو وقبل ما يتفحم جيجي بتيجي تنقذه وطبعا حامتها الحربية لما بتعرف ان ابوها لسه عايش بتتعصب ولكن المؤمنة بتروح تصلي وتقدم كرابين ولا كأنها عملت حاجة وبتبقى هي أساسا عاملة كل ده عشان تتصور وتنزل الصور للمعجبين وتقولهم قد ايه يا ست متدينة وكيوت فيزيد التفاعل عندها وبعد شوية باو بتبقى معدية فحمتها بتقعد تلمح لها ان فيه نور مسكت في بيت ابوها بس هي ما بيكونش فاهمة حاجة لحد ده ما جيجي بتكلمها وبتحكي لها على اللي حصل فبتفتكر كلام حامتها وبتتأكد ان هي لورى الموضوع ده وباو بتقرر تتصرف بطريقة زكاية فبتاخد ناي على بيت جيجي وبتكبر ويدفع ثمان تصلحات بيت ابوها من غير ما تعرفه النمو هي اللي حرقته وناي بيحس انها بخبية عنه حاجة فبيفضل يسألها ولكنها مش بتقوله فبيقول لها انت لو ما عرفتنيش انا هقول لابوك انك بستني مبارح وبيقعد يقرب منها وبيتخنق سوى لحد ده ما بيقيت على تيشيرت طبعا هي بتدقي وعشان يصلحها بيبوسها من خدها فبتقوله انت لو عملت كده تاني هديك بالبوكس في وشك فبيعتذل له وبيعرض عليها نابوها ييجي يعيش معهم في البيت عشان هم معيلة واحدة فبتقوله ان ابوها مستحلي وافق بس ناي بيتحداها انه هيقدر يقنع ابوها وفي مقابل كده هتنفذ طلباته وناي لما بيقول لابوها بيرفض فبيفضل وراه بيقول انه مستعد دعمل اي حاجة عشان توافق فبيطلب منه يعمل النحية التانية من النهر ويرجع تاني وفعلا ناي بينط في المياه وبيبدأ يعوم بس فجأة ريليب تكعبل في شبكة موجودة تحت في اللحظة دي باو بتنطه وبتقدر انها تنقذه ولكن بالغضة ابوها بيقع في المياه فناي بيجري عليه وبيلحقه وبما انه ناي انقذ حيات ابوها فابوها بيوفق يروح يعيش معيهم بس من بكرة وباو لما بتعرف ان حمدها عاملة حفلة وعزمة فيها الناس مهمين بتكلم ابوها وبيبان عليهم انهم بيخططوا الحاجة وعلى الجانب الاخر حمدها بتتشيك وضيوف المهمين بيوصلوا وفي اللحظة دي بيدخل ابو باو وجران واللي بيبقوا عدين يسقفوا ويزفوا ولكنه عارس جديد وباو بتروح ترقص مع ابوها وبعد كده بتدخله هو وجران جوه البيت وبيكملوا الزفة البلد دي جوه لحد ده ما حمدها بتشوفهم وبتقولهم انتوا جايين تباوزور الحفلة بتاعتي ولا ايه فباها بيقول لها ايه ده انت عاملة حفلة فبياخد جيران وبيقرش الناس المهمة وبيعود مكانهم وبيعود يأكل ويرقص وحمدها بتبقى وقفة مصدومة وفاضل لها شوية وهتتشد ونيبي يتعصب من اللي حصل فبيزعق لباو وبيسألها هي بتعمل كده ليه فبتقوله انه مستبع في اللي حصل اللي بتابوها فبيطلب منها تبعد عن امه وبيحذرها لان هي لو حطتها في دماغها هتفضل تدور وراها لحد ما تعرف السر اللي هي مخبية من زمان وتفضحها فباو بتبدأ تقلق بينما نايبي يسأله مو اذا كانت هي فعلا السباب اللي حصل لبيت ابو باو فبتقعد تنزل دمعتين التمسيح بتوعها وبتقوله انت كده دايما ظلمني وديدو بتجي تأكد على كلامها وبتقوله ده احنا غلاب وامرتك يا اللي بتبلى علينا بس هوا ما بيكونش مسدقهم وبيطلب منهم ما يعملش مشاكل مع باو ويحاولوا يعيشوا بسلام عشان خطر ابنه الصغير وبالليل باو بتبقى قلقنا وبتقعد تفكر في كلام ناي لدرجة انها بتحلم ان حامتها عرفت سرها وبلغت البوليس واللي جوم ابادوا عليها فبتقوم مغضوضة من الحلم وبتفضل حضنة فابوها طول الليل وتاني يوم الصبح بيسألها هي كات حضنة جامد كده ليه فبتتهرب منه ولكنه بيفضل وراها وبالصدفة بتعرف انه عنده مرض في قلبه فابوها بيستغل الحتة دي وبيقولها انت لو معرفتنيش الحقيقة انا ممكن اتعب جامد فبتجدب وبتقوله انها كات متوترة مبارح عشان بدأت تحب ناي وده لانه شاب وسيم لأ وكمان بيعملها كويس وهي ما قدرتش تقوم فبوها بيصوت وبيقول لها اذا انت مش وعدتين انك ما تحبهوش فبتقوله ما تقلقش انا هقدر اتخطى وتخلص من مشاعري والمفاجئة ان ناي بيبقى واقف مصدوم ورا الباب وده لانه سمع كل حاجة وعرف ان باو بتحبه وبوها بيقرر ما يضيعش وقت فبيكلم توم وبيقوله شد حلك بقى عشان تقرب من بنتي وده لانها بدأت تحب ناي وتوم هو كمان بيقرر ما يضيعش وقت فبيستنها قدام الشركة وبيديها الوردة اللي هي بتحبها فبتفرح وفي البيت ابوها بيلاقي حاماتها قاعدة مستجمة ومبسوطة فبيقول لا انا لازم انا كده على الست دي فبينطف حمام السباحة وبيبرد عليها لحد دم ما بتزهق وبتمشي وعلى الجانب الاخر صاحب ناي بيحذره وبيقول انت ما ينفعش تسيم مرتك كده بفريق توم وده لانه هو وسيم برضو ممكن يخطفها منك وفي الوقت ده باب بتبقى قاعدة سرحانة ومش مركزة مع توم اساسا لحد دم ما بيلاحظ فبياخدها وبيطلعوا براه فبتقول لها على مرض ابوها وان هي خايفة الحسن حاماتها تكتشف سرها فتروح تفضحها قدام ابوها واللي ممكن ما يستحمل شوية عب جامد فتوم بيطمنها وده لانه هما بس اللي عارفين السر ده فبتقول لسكوت مسركان ده كتعارفة وراح اتقلت لناي بس هو بعدني انه مش هيقول حاجة لامه فبيقول لها ان الحل اللي قدامهم دلوقتي دوروا على الرجل اللي هي خبطته وبيعود يهديها وبيحضنها وبيبصها من راسها وللأسف ليتا وديدو بيبقوا معاديين وبيشوفوهم وبقوا بتركاب معالا عربية فديدو بتقول لا ده اكيد بتخنخويا فبتقول لا ده انا لازم عرفهمي فبتتصل بها وبتحكي لها اللي بيحصل فماها بتبسط وبتقول لها لا ده انت كده بنت اللي انا ربتها فعلا انت رازم تفضلي وراهم وتصوريها عشان تجبيلي الدليل انها بتخنخوكي وبتفضل ده ومشي وراهم لحد دما عربيتها بتعطل فبتنزل عشان توقف عربية تانية وكانتها تتخبط له لان تريبي يلحقها وبيقع على الارض وبيعود يسبله خمس ثواني بس ده بتقوم وده لانها لقيت عربية وقفت لهم ولسه كتها تقرب من صحب العربية واللي اسمه تن بتكعبله وبتقع في حضنه فديدو بتستغل الفرصة وبتعرض عليه ووصلهم بس تريبي يبعدها بيقول لها لا احنا مش نركب مع حد ما نعرفوش وتريبي عرفها ان رجليت لها واحد بس برغمك كده هيروح يجب لها حاجة ساقة عشان تشربها لان هي اكيد تعبت من الحر وبعد اما بيمشي ديدو بتقول لي ليتا شايفة تريبي يحبني ازاي ووقع على الاخر فليتا بتقول لها هو اعترف لك فديدو بتقول لها لا مش محتاج هو الجواب بين من عنوان وبيطلع تريل خبيسة ولا مخطط لكل حاجة وبنعرف ان العربية ما بزتشو ان رجلي مش ملوحة وانه عمل كده عشان يقدر يهرب من ديدو فبيتصل بنايو بيعرفه ان بوته ومخارجين سوا وان ديدو اللي تبير اقبوهم عشان شكين ان بوته بتخونه فنايب يتصل بباو بيحذرها وبيعرفها ان اخته بترقبها وفجأة بيعدت ان جنبها وبنكتشف ان هو ابن الراجل اللي باو خبطته بالعربية وبنعرف ان الراجل دا لسه عايش ولكنه تشل وتمني بيبحث عن ديدو لما بيعرف انها بنت نوان وكمان من عائلة غنية بيتحك وبيبانعلنه بيخطط لحاجة وعلى الجنب الاخر تريب يروحك كفترية وبيجيب مشروبين والموظفة لما بتشوفه بتوع جبيفة بتكتبله على علبة انها بتحبه ومن حظه ان العلبة دي هي اللي ديدو بتاخدها فبتفكر ان تريه هو اللي كتبلها كده فبتوريها الليته وبتقول لها مش قلتلك هو واقع وبتبدأ بقى تهتم بترايفها بتقعد جنبه وبتخلي ليه تهيئة لاتسوق لأ وكمان لما بيوصلوا بتسنده بس لما بتشوفوا امها بتبعد عنه وبتروح تقول لهمها انها معرفتش الطريق باو بس هما لسه معاهم تسجيل كاميرا العربية واللي بيبقى باهم في النتون بيحضنها لقوا بيبصها من رأسها وحامتها بتبقى عارفة ان دا دا ليل ضعيف بس بتقرر تستغله فأول ما نايب يجيبت نديله وبتندي على درية وانفيسة فبتشغل الفيديو عشان تعرف نايب اللي امراته بتعمله وبتاع من نفسها ما خدتش بقى لها ان الدرية وانفيسة لسه موجودين وبتقول لهم قوعوا تقولوا لحد الكلام اللي انتو شفتو دا لحسن يحصل فضايح وعشان دونس بيبقى بقهم فولة لما بيخرجوا بيقابلوا خدامز منهم فبيحكولوا اللي حصل بس بيأكدوا على انه ما يقولش لحد وعشان دونس بيحبوا ان اميما الخبر بينتشر في البيت كله لحد ما بيوصل لابو باو وفي الوقت دا نايب يدفع عن باو فبيقول لهم ان هي وتوم اصدقاء طفولة مش اكتر فامو الحربية بتقوله ولا ولازم ترى دلوقتي انها ست متجاوزة ما ينفعش تخرج مع رجل غريب وتخليه قرب منها ويحضنها وفي اللحظة دي ابو باو بيجيز عقلهم وبيقول لهم اللي هيقول كلمة وحشة على بنتي مش هيحصل له كويس وبيطلع يجري بادة تنظيف الحمام والرديده وبيقول لها نال هنضافك واعرفك ازاي تقفل بقك وما تنشر الشقيعات عن بنتي تاني وبتبقى دي خطة حامتها الحربية عشان تباين لناي ان باو ابوها هيضمروا صمعت عيلتهم وناي يعني مش بيبقى عارف هيلاقيها منين ولا منين فبيمسك ابنه الصغير وبيعود يشكيله وبيقوله انا مستحمل كل دا عشان خاطر عيونك انت بس وبتبقى باو وصلت مع توم فبيعودوا يهدى ابوها عشان صحته وبعدها بتودع توم وبتقوله انها هتفضل مخلصة لي وهتنسى ناي وبعد اما توم بيمشي ناي بيجي تكلم معيها وبيقول لها انا عارف ان هو صاحبك بس انت دلوقتي ست من جوزة فما ينفعش يقرب منك كده فباو بتعتزله بس ناي بيقولها ان هم ممكن يرتاحوا من المشاكل دي ويتطلقوا وبيقول لها انت لو فضلت جنبي مش هتقدروا تسيطري على نفسك فباو بتقوله اصدك بس هو بيتهرب منها ولكنها بتمسك وتضربوا لحد ما بيقول لها اسألي قلبك وهو هيقول لك فبتفكر ان ابوها فتن عليها وقال لناي انها بتحبه فبقى بيقول لها عايب عليك طبعا انا مستحيل اقوله وفي الوقت ده لتب تستيلي ان توم بيشتغل تبع شركة ابوها فبتخليه وصلها وبتبقى دي دوم اتفقى معاها انها الجرجر توم في الكلام لحد اما يعترف ويقولها على طبيعة علاقته هو وباو فتوم بيبقى فاهم قصده وبيقول لها رياحي نفسك علاقتي بباو علاقة بريئة مش زي كنتي خربت البيوت هي اللي بتجري وراني وعايزة تتجاوزي عشان خطر المصالح والفلوس طبعا لتا بتحس بالاحراج وانا كرمتها ببعترت في الارض فبتفضل متضايقة من توم بس بعد كابتكلم دي دوم بتحكي لها عن الحوار اللي دار ما بينها هي وتوم ودي دوم اتعرفوا ما هو اللي بتكرر ترجع للخطة التانية فبتبعت واحد اللي بيبقى وعشان يصور لها مذكراتها فبيصور لها ورقة مكتوب فيها ان باو بتعاني من الاكتئاب وان لو لو جوتهم في حياتها كان هيحصل لها حاجة فاهمتها بتتأكد ان وراهم حاجة وان فيه سر بخبيينه وعلى الجانب الاخر تن بيوصل لرقم دي دو فبيتكلمها وبيعتذلها على اللي حصل وبيطلب منها يتقابله فبتقول له معلش بقى كان فيه وخلص لانها دلوقتي معجبة بشخص تاني وبتفرسكة في ويش وطبعا مش محتاجين نقول ان الشخص ده هو تراي وبينلاقيت ان بيبتسم وطبعا بيخطط لحاجة ونروح لتوم واللي بيعرض على نوان انه يستغل شهدتها كست مؤثرة في المجتمع عشان تروج لمنتجاتكو فنوان بتوافق بس بشرط ان باو هي اللي تصورها وتعمل كل حاجة خاصة بالحملة معاها بس باو بترفض ولما نايبي يعرف اللي حصل بيتصل بومه واللي بتقول بكل برقى يا ابن انا عملت كده عشان اقرب منها ونبقى قسرة زي ما انت قلتلي ولكن في الحقيقة الست الحربية مراس حية بتبقى عملت كده عشان تخليها جنبها وتقدر تكتشف السر اللي هي مخبية ونابي قابل باو بيقول لها انا كسبت في التحدي لما اقنعت ابوكي يعيش معنا وانت كنت يوعدين انك هتنفزي طلبي فبيطلب انها تشتغل مع امه وبتضطر باو انها توافق بس بتستغلها بفرصة وبتقول انت قنقص ده كين برح لما قلتلي انها مش هعرف اسيطر على نفسي وكمان اسأل قلبي فانا بيقول لها لا انا مش هقولك دلوقتي لما تخلصي شغل مع امي هبقولك كل حاجة وفي الوقت ده 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 بتكررت كافئة طرية عشان انقذها من العربية فبتخليه المستعدة اعاده على كرسي متحرك وبتفضل تلف بيه لحده ما بتوصله للقضاء الجديدة اللي هي مجهزة له وبعدها بتطرد كل الخدم وبتديله فلوس وطبعا هو بيبقى فرحان ودي ده بتقوله لا ده انت لك عندي مكافئة كمان فبتقرب منه وبتبوسه من خده وطرية بيبقى مصدوم ومش فيهم حاجة بس بعدها ما بتمشي بيبقى فرحان بالفلوس وعلى الجانب الاخر كوبي يطلب من توم يخلي ليتا من ضمن الوجوه الاعلامية اللي هتروج لمنتجات الشركة وتوم بيلاحظ ان ليتا متضايقة فبيستأذن وبيقولهم انها هيعمل مكالمة فكوبي يستغل للفرصة وبيقول لي ليتا ان هم مضطرين يعملوا كده عشان تبقى مشهورة اكتر في البلد وانا وانت حبها بسرعة وطافق على جوازها من ناي وده عشان ما تلحقش تكتشف السر اللي هم مخبيينه وبعدها كوبي يمشي وتوم بيرجع فليتا بتقرر تحكيله سرها فبتعرفوا انها لما كانت في الجامعة حبت شاب بس حملت منه من غير جواز والشاب ده ما كانش موافق على موضوع الحملة فتخانق معاه وبالغلط هي خسرت الجنين وبتبقى ليتا مجرحة ومنهارة فتوم ابننا الحنين بيواسيها وفي الوقت ده بو بتجيبها ده لكل الخدم ومش بتعبر درية وانفيسة واللي مش بيهتم وبيقولوا احنا كده كده بنغدم حماتها ومش مستنيين منها حاجة وبيشتموا في باو بس المستعد بتسكتهم وبتدفع عنها وبتقولهم طبع على اقل باو كريمة وبتعبرنا مش زي حماتها البخيلة اللي ما بنشوفش منها حاجة فدهرية وانفيسة على طول بيجروا عشان يفتنوا عليها فبتحاول تمنعهم بس بالغلال بتوقع فوازها وبتكسرها وكل ده على دخل اتنا وانول لما بتلاقوا مستعد قسرة الفوازة وكمان بتعرف انها بتشتمها بتخصم لها 30% من المرتب وبتجبرها تدفع تمن الفوازة فبمستعد بيجي لها الصدمة وبتروح تعاية لباو فبتقولها انها هتساعدها وبالليل ناي بيدخل قضة امه وبالصدفة بيسمعها وهي بتتكلم مع واحد وبتقول لنا عايزك تساعدني عشان ربي مرات ابني فبيبدأ يقلها على باو فتاني يوم بيرقبها وهي واقفة مع امه وبيبقى خايف لحسن يعملوا في بعض حاجة وابو باو هو كمان بيبقى قلقا عليها فلما بيشوف ناي راكي بالعربية بيقول له استنى خد معاك وبيمشوا وراهم بالعربية وبتبقى باو راكبة مع حمدها والسكرتير قاعد ورا ودي بتبقى خطة حمدها عشان السكرتير يشوف الباسورد بتاع موبايل باو فتبقى عرفاه وفي اللحظة دي اقولها ان الشيطان بيسقف لها وبيرفع لها الكوبعة كمان ونروح لتوم اللي بيكلم ليتا وبيعرفها انها هيحفظ سرها وبيقول لها انه مستعد يساعدها عشان تتجوز ناي لو هي فعلا بتحبه انما لو هتتجوزه عشان مصلحة فهو عمرو ما يساعدها ابدا وفي الوقت ده باو بتوصل مع حمدها للمستشفى لان حمدها جاية زور صحبتها وبعدها على طول ناي وابوها بيوصلوا وناي بيقول لابوها انهم هيستنهم لما يخرجوا ويرقبوهم فبيقرروا يستغل للوقت ده وبيروحوا مكان للتدليك وناي بيوصل مديرة المكان على ابو باوه بيقول لها انا عايزك تاخدي بالك منه على الاخر والمديرة ما بتصدق فبيجيب له بنتين زي الامر عشان يسلوه وبعدها بتروح تواري للناي اللي بقيت البنات اللي عندها فبيستغرب يقول لها اذا انتم مش بتوع تدليك اما رح بيقى تطمن على حماية فبيطلع يلاقي خاربها ومقضيها رأس مع البنات وفاجأة حما بيتخيل البنتين اللي معاده والبنات وباو سركان ده فبيقول ايه اللي انا بعمله ده فعلا دول زي بناتي وبيسيبهم وبيمشي وبيلاقي بنتين تانين بيحاولوا يقربوا من ناي واللي بيقلهم انا راجل متجاوز ومستحيلة خم راتي فحما بيبدأ يحترموا وحماتها بتكلم الشخص اللي اتصلت بين برح بالليل وبتقول له جهز نفسك واول ما بيخرجوا من المستشفى الشخص ده بيسرق عشان تبقوا بس بقوا الجامدة بتضربهم بالتوب وبتطيرهم من على المتسك وبتمسك الشخص اللي سرقها وبتقعد تضرب فيه واول ما بتشوفها بوها ونايب تتصدم بس بتخليهم يمسكوا الحرامية وبينما دول مجغولين مادام نوان الخبيسة بتسرق موبايل بها ومن غير محد يشوفها وبعدها البوليس بيجي وبضع الحرامية فحامتها بتقولهم لا انا مجغولة روح انتوا الاسم وانا هروح البيت ولما بتوصل بتلاقي دهو بتهتم بترايفة بتقول لها الكلام ده ما ينفعش وبتعرف تراي انه هو من دلوقتي يرجع قطه القديمة ويعيش مع الخدم وبتاخد الباسورد من السكرتير وبتفتح تليفون باو وبتبعت رسائل لتوم واللي بيحس ان في حاجة غلط وان دي مش باو ولما باو بتخرج من الاسم بتكتشف انها مش لقية تليفونها فبتاخد تليفون ناي وعن ترقيش جي بي اس اللي عندها بتقدر تحدد مكان تليفونها وبتعرف انه في البيت فبيتصل بوم وبيسألها اذا كان لقيت تليفون باو فبتقول له لا طبعا وفي الوقت ده توم بيكلم باو من تليفون ابوها وبيقول لها ان في حد سرق تليفونها وبيبعت له رسائل وبيسألوا عن السر اللي مخبيينه وباو بتربط الخيوب ببعضه وبتعرف ان حامتها الخبيسة هي اللي سرقت تليفونها وكتورة كل اللي حصل فبتروحت وقول لناي واللي مش بيرضى يخليها تروح البيت لوحدها فبتقول له بعد عني احسن لك وبتضرب وضربه جمده وبتهرب عن متسك وبينما الدنيا بتقول العديده بتقضيها رومانسية مع تراي وبتعرف ان هي هتقنع امها عشان تسيبه قاعد في القوضة دي فبتقطح المكتب امها وبتشوف تليفون باو عندها وبعدها بتروح لتراي وبتعرف ان امها وافقت يفضل قاعد في القوضة وده لان ديدو هددتها انها هتفضح عشان سرقت تليفون باو وامها خافت ووافقت وديدو بتقول لنا بعمل كل ده عشان مصلحتنا وتراي ما بيكونش فاهم حاجة بس بيكلم ناي وبيعرف ان امه سرقت تليفون باو وناي بيروح للحرامي بيقول انا عارف ان دي مش سرق قاعدية زي ما انت قلت وانك كنت متفق مع عمي وانها هتجي تخرجك وفي الوقت ده حامتها الحربية بتبقى متأكدة انها مخبية السر ده في قضتها فبتطلع تفتش فيها وبتبقى سايبة ديدو تحت عشان تأمن الجو بس باو بتوصل وسكرتر بيحاول يوقفها ولكنه بيفشل وديدو هي كمان بتحاول تمنعها ولكن باو بتضربها وبتمسكها تلفها لفة هدايا لأو كمان بتكتم بقاها عشان ما تتكلمش وبتطلع عشان تقفش حامتها واللي بتبقى عاملة حسابها وقفلة القوضة وباو مش بتعرف تدخل عشان ما عايش مفتاح وسكرتير ودرية وانفسها بيقرروا يتصرفوا فبيجيبوا سلم عشان يهربوا حامتها وتنزل عليه بس باو بتجيب المفتاح وبتدخل القوضة فباو بيتقرر يساعدها وبياخد تعبان غير سامو بيرميعها السكرتير واللي بيترعب فبيرميعها لدرية واللي بتفضل تصوت وانفسها هي كمان بتصوت وبتسيب السلم الوقف علينا وان وفاجأة بيلا ايها وقعت في حضنة بوباو واللي لما بيعرف انها سرقت تلفون بنت وبياخدوا منها وبوباو بيقول لحامتها بما انك تلاتي حرامية فاحنا لازم ننظفك من القذرة دي فبيقوم شايلها ورميها في المياه وبيقول لها امثالك ما يستحقش غير كده فاستحمي بقى ونظفي فايترع حامتها هتعمل فيها ايه وفابوها ايه ده بقى اللي احنا هنعرفه في الجزء الثاني واللي ان شاء الله هعمله لو وصلت الجزء ده لعشر تلاف لايك واول كومنت معانا من شاهد ولندا من السعودية وانا كمان بحبوك قوي انتو كل اهل السعودية والكومنت اللي بعده من ياسمين من القاهرة واللي بعده من ايتم من مصر وانا كمان بحبوك قوي يا بنات